اهلا وسهلا بحضراتكو حاملين ايه كله تمام شوف الضيفي العزيز غير ان هو صديق عزيز عظيم مقرب ومثقف موسوعي جدا واضح جدا وانا بقول الكلام ده وانا عارف انه قاعد عمال بيبتسم بسانة بتكلم بجد شخص في منتهى النقاء ومنتهى الاستقامة سياسيا وانسانيا واخلاقيا يعني هو طول الوقت ما بيحدش عن الطريق بتاعه اللي هو شديد الوضوح بالمناسبة طيب النائب محمد عبدالعزيز عضو تنسئية شباب الاحزاب والسياسيين واحد مؤسسي تمرد وساحب تجربة حركية واسعة لو صح التعبير يعني ازاكا محمد مساء الخير وكل السنة وانت طيب مساء الفل وانت طيب محمد عبدالعزيز وانا يعني يمكن اصط ان اقول انه ده رجل لعب سياسة لفترة طويلة جدا وعنده تجربة حركية واضحة جدا معلنة جدا نزيهة جدا مستقيمة جدا طول الوقت وما شغلش نفسه بالاتمن المدفوعة وصولا الى تمرد ومن تمرد وانتشار تمرد انتشار رهيب مذهل ما اظنش انه حد كان يتصوره او يتوقعه اصبحت تمرد حالة موجودة في مصر الى ايام قليلة او وده اختيارك ساعات قليلة قبل ثلاثة سبعة اول سؤال لما لقيته تمرد بتنتشر في كل حطة في مصر ايه اللي بدأ يقول بزهنك اولا انا بشكرك على المقدمة الجميلة دي وارجو ان يكون استحقها يعني وابقول لكل الشعب المصري كل سنة واحنا جميعا طيبين بمناسبتين مناسبة عيد الاطحى المبارك وطبعا ذكرى العشرة اللي ثورت الشعب المصري فيه 30 يونيو واحنا النهاردة في يوم ثلاثة سبعة يعني منذ عشر سنوات الشعب المصري يعني بالاشتراك مع قوات المسلحة حينما انحازت القوات المسلحة لهذه الارادة الشعبية حققوا نصر تاريخي جدا كان كل الحسابات المنطقية قبل هذه الثورة العظيمة تقول ان ده تنظيم صعب جدا القضاء عليه وموجود متغلغل في كل القرى تقريبا وكان فكرة الانتصار على هذا التنظيم الارهابي اللي بقى له 80 سنة بيحلم بالوصول الى السلطة هتبقى تمنها ضخم وصعب لانه هم كان عندهم ساعد يحرقوا كل حاجة علشان خاطر يعني يحفظوا على هذا المكتسب اللي انتزعوه فيه غايبة من الزمن في لحظة تاريخية صعبة يعني فسؤالك عن ان لقينا تمرد بتنتشر بشكل كبير خلينا اقولك انه كان عندنا توقع لحاجة شبه كده لكن الشعب المصري فاجئنا بابعد من توقعاتنا ليه لو رجعنا بالاحداث ما قبل حتى تأسيس تمرد هتلاقي انه موجة الغضب عند الشعب المصري تجاه الاخوان كانت كسحة ولذلك دايما بقول انه تمرد لم تخلق الغضب ضد الاخوان ويمكن الاخوان في طول الوقت في خطابهم بيحملوا تمرد المسئولية وكأن هي اللي عملت الصوره ده في تقديري طبعا يعني شرف احنا يعني ان نكون عملنا الصورة لكن الواقع انه غضب الشعب المصري تجاه الاخوان غباء الاخوان في ادارتهم وتحديهم وعنجهيتهم لإرادة الشعب المصري لأنهم جعلوا الجماعة ليست جزء من المجتمع ولكن جعلوا الجماعة فوق المجتمع حاولوا ان يجعلوا الجماعة فوق المجتمع فهتلاقي دخل الاخوان في صدام مع القضاء في صدام مع الفنانين في صدام مع الإعلاميين في صدام مع كل أصحاب الرأي مع السياسيين والقوى المدنية جميعا مع الكنيسة مع الأظهر لا يوجد مؤسسة في الدولة ما دخلوش في صدام معاه أضف إلى ذلك أنه أصبحت الصدمات مع المواطن العادي اللي مش إخوان ففي كل مصلحة حكومية في كل شارع في كل مكان بقى في كلام عن إحنا وإنتم إحنا هنعمق جايين نعلمك إحنا جايين نحكم 500 سنة إحنا جايين نعلمك الدين إنتم كلكم لازم تسمعوا كلامنا في القرية المصرية شاف المواطن المصري لأنه في القرية يبان الأمور قوي يعني الشخص الإخواني اللي فجأة بنى البيت وأصبح بيستفيد من وجودهم في السلطة بدون أي نازاهة وكل الكلام بقى عن إحنا بتوع ربنا وإحنا يعني جايين نحمل الخير لمصر ومشاركة لا مغالبة وكل الكلام الجميل اللي كان بيتقال ده حينما أصبحوا في السلطة حدث عكس ذلك ولذلك بمنطل وضوح كنا متوقعين حالة غضب كبيرة جدا من الإخوان من قبل الشعب المصري الشعب المصري هيعبر عنها وتمرد كانت إصبع يشير إلى الطريق لكن الحقيقة اللي فجئنا هو أنه وعي ويقزت الشعب المصري اللي أصبح سابق النخب السياسية كلها سابق الحركات والأحزاب السياسية سابق مع كل التقدير والاحترام لكل المجال العام والمجال السياسي كل ده نقدره ونحترمه ولكن هتلقى في ستة مصرية في مصلحة حكومية كانت بتحس زميلها وزميلاتها على التوقيع على تمرد هتلقى لهم لازم تنزلوا تلاتين ستة السيد دي ما كانتش عضو في حزب سياسي ولا عضو في حركة سياسية ولا عضو في تمرد بالمناسبة وربما ما اشتركتش في أي مجال سياسي قبل كان هتلقى راجل صاحب قهوة هتلاقيه حطة يفطة في القهوة هنا تجميع استمرارات تمرد وراجل ده إحنا ما نعرفوش وعمره ما اشترك معنا في أي مصار سياسي وإحنا في العمل العام وفي العمل السياسي من سنين لكن هذا الرجل كان عنده وعي كبير جدا في المشاركة والخوف على الدولة الوطنية هل الخناءة مع الإخوان أو الخلاف مع الإخوان كان خلاف سياسي لا في تأديري يعني الخلاف السياسي يؤخذ منه ويرد يعني أنت كل الحكومات في العالم لا يوجد حكومة في العالم ما بتغلطش الحكومات مش ملايكة ممكن تصوب للحكومة وتأخذ منها الخلاف مع الإخوان كان خلاف وطني وخوف على الدولة الوطنية من الانهيار أنت بتتكلم عن مشروع اسمه مشروع الدولة الوطنية ومشروع اسمه مشروع الجماعة ده أمر مختلف تماما إيه الفرق بينهم في الدولة الوطنية جميع المواطنين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات في مشروع الجماعة الأول بتبدأ المسلمين غير البقين ثم المسلم الإخوان غير البقين يعني هو في طبقة أعلى يعني الأمر الثاني مشروع الدولة الوطنية بيقدر ويجل المؤسسات الوطنية للدولة يعني الدولة قائمة على مؤسساتها الوطنية اللي هي بتنفذ سياسات الحكومة الحقيقة إنه مشروع الجماعة هو تفكيك هذه المؤسسات الوطنية والدخول إلى مفاصل الدولة وأخوانتها وده أمر مختلف تماماً وشوف في المنطقة حوالينا حينما هذه الجماعات المتطرفة حاولت أن تعبث بالدولة الوطنية شوف انهيار الدولة الوطنية عمل في المجتمعات إيه وده نقدر نشوفه بشكل واضح جداً من ظهور الميليشيات الطائفية ثم هذه الميليشيات تحارب بعضها يعني ممكن يبقوا هم كلهم بينتموا إلى طيار الإسلام السياسي إلا أنك تلاقي هذه الميليشيات لأن اللي بيمول هذه الميليشية مختلف عن اللي بيمول هذه الميليشية فتنهار الدولة وينهار الأمن وينهار المجتمع ما كان يأخذنا به هذا الطريق كان طريق إلى أسوأ ما يمكن والدولة المصرية لأنها دولة كبيرة أول دولة في التاريخ يعني من علم العالم معنى الدولة أصلاً فكان فكرة نشأة الدولة نشأت في مصر في الدولة المصرية القديمة ولذلك كان فكرة المخزون الحضاري اللي عند الشعب المصري هو اللي قدر يتماسك في مواجهة هذا التنظيم الإرهابي ويقول كلمته في الكرت الأحمر يوم 30 يونيو ويمكن في الأيام قبل 30 يونيو أنا أذكر لقاء تم بيننا وبين الكاتب الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل ونتعارف يعني إيه أنا بالنسبة لنا الأستاذ هيكل كان فكرة حلم أنك تشوفه من بعيد كده ففكرة أنه يكلمنا مكتبه أن الأستاذ هيكل يريد أن يلتقي بيكم فنروح نقابله فنتكلم حوالين إيه اللي ممكن يحصل لو الناس نزلت وما حصلش يعني الإخوان كتنظيم إرهابي تحدى إرادة الناس فكان ردنا وكان يعني كان ردي على هذا السؤال أنه لا يمكن أن يحدث انتصار على الإخوان إلا بأنه إذا كان إرادة الشعب واضحة في مواجهة هذا التنظيم أن القوات المسلحة يجب في هذه اللحظة أنها تنحاز إلى إرادة الشعب المصري وهذا الأمر في تقديرنا استكمال الدور الوطني للقوات المسلحة ليس تدخلا منها في السياسة ولكن حفاظها على الدولة الوطنية ومقدرتها وده دور أساسي ورئيسي للقوات المسلحة ويكب بتلعبه تاريخيا طول عمر القوات المسلحة منحازة للإرادة الوطنية للشعب المصري وطول عمرها تحمي محددات الأمن القومي للدولة الوطنية لم يكن أحد يسمح أن تنجر مصر إلى حرب أهلية أو نشوف المصريين بيقتلوا بعض في الشارع بسبب ميليشيات إرهابية شايلة السلاح وبتهدد الدولة الوطنية والجيش المصري ده أمر لا يقبله أحد ولا يقبله القوات المسلحة المصرية ولا يقبله الشعب المصري ولذلك كان بيان 3-7 ترجمة لإرادة المصريين اللي بدت بشكل واضح في الميادين في 30 يونيو من إسكندرية الأسوان من كل الشوارع الرئيسية والفرعية إحنا كنا تشوف المظاهرة ما تعرفش أولها من آخرها تبقى موجود سواء كنت أمام للتحادية أو في مدان التحرير لا تستطيع أن ترى أول المتظاهرين آلاف الآلاف من المصريين في كل مكان بتتكلم عن ملايين تجاوزوا وفق الوصف الـ CNN في الوقت ده نوع أكبر حجد بشري في التاريخ ما شفتش عدد 33 مليون من إسكندرية الأسوان موجودين في كل المحافظات في كل العواصم الرئيسية للمحافظات فهذا المشهد بيقول أنه لا يوجد أحد يستطيع أنه يهزم إرادة الشعب المصري الشعب المصري دايما يصنع المعجزات حتى لما أنت تعتقد أنك انتصرت عليه أو قدرت أنك تنتصر عليه تلاقي دايما فيه مفاجأة تاريخية ورجع بالتاريخ كده الهكسوس حكمه مصر قد إيه لكن تلقى فيه قائد شجاع اسمه أحمص استطاع أنه يهزم الهكسوس بالحسابات المنطقية أنه الجيش ما كانش موجود في الوقت ده والهكسوس مسيطرين وعندهم العجلات الحربية وكل الكلام ده إلا أنه المصريين ينتصروا على الهكسوس شوف أنت بعد كده خطر التطار فتلقى أنه الجيش المصري لما يروح يقفل عليهم في عينجلوت ويمنعهم من دخول مصري ثم يمنعهم من استكمال مذابحهم وينتهي أثارهم في التاريخ تلقى أنه الشعب المصري والجيش وقتها استطاع أنه هزيمة التطار كل الحسابات المنطقية بعد ناكس السبعة وستين كانت تقول الجيش الذي لا يقهر ده عمله خط برليف ده مستحيل إلا أنه عظمة العسكرية المصرية وعظمة الجند المصري وعظمة الزابط المصري جابتهم الأرض جابتهم الأرض بفكرة إبداعية بخرطوم مية أنت كل الحسابات المنطقية كانت تقول لك مستحيل الحسابات العسكرية تقول لك صعب جدا لكن المصري ما بيغلبش فأنت زي ما بورقة وكارت أحمر استطعت أنك تهزم هذا التنظيم الإرهابي أنت قبل كده بتخطيط عسكري جيد وببسالة وبطولة في حرب تلاتة وسبعين وخرطوم مية خلصت من خط برليف وفتحت الباب للعبور وسجلت انتصار تاريخي انتصار التلاتين يونيو لا يقل أبدا عن معجزات الشعب المصري من بناء الهرم وطارد الهكسوس وهزيمة التطار وهزيمة وانتصار تلاتة وسبعين ثم انتصارنا في تلاتة يوليو اللي احنا بنحتفل بذكرها منذ عشر سنوات حينما خرج القائد العام للقوات المسلحة يقول بالضبط الدور التاريخي للقوات المسلحة وانحيازها الدائم للشعب المصري بانه مصر ولادة زي ما جابت عظماء عبر التاريخ في هذا التوقيت ربنا رزقنا بالقائد العام للقوات المسلحة الذي انحاز لإرادة الشعب المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي اتخذ قرار تاريخي هذا القرار وهو قال لنا يوم تلاتة يوليو قال ان هذا القرار المصيري سيتحمل نتيجته انا وابنائي في الجيش وولادي في الشرطة بس احنا هنتحمل بصدرنا علشان نحمي إرادة المصريين وشوفنا ده في كم الشهداء الذين دفعوا تمنهم حماية لهذه الدولة الوطنية حماية لهذا الشعب المصري العظيم حماية لانه لا يتحكم في مصر تنظيم إرهابي يرفع علم داعش ولا القعدة ولا اي حاجة على اي نقطة من من اي شبر في مصر ما ممكنهمش من هذا الامر بس الكلام ده ما تعملش بسهولة الكلام ده تعمل بدم وتضحيات وبفلوس لانه مليارات اتدفعت في مكافحة الارهاب مليارات اتدفعت في الحفاظ على الامن القومي والدولة الوطنية طب داخليني هسألة محمد علم الكم يوم مبين تلاتين ستة ليوم البيان في تلاتة سبعة ايه اللي كان بيجول فيه خواطركم وتحديدا محمد عبدالعزيز انه اصلك ما كانش البيان ده تعمل ربنا يدي لك الصحة وطولة العمر ما كنش قاعدين دلوقتي اه يعني انا قلت في وقتها يعني قبلها في زميلة مؤسسين تمرد انه احنا لما اطلقنا حركة تمرد في 28 ابريل 2013 فيه رصاصة طلعت الرصاصة دي هتيجي في صدر الاخوان يا هتيجي في صدرنا احنا ما عندناش حل اما ان ننتصر واما ان هيقتلونا الاخوان مش هيسبونا طبعا وده امر مفهوم صحيح احنا بنراهن على حاجتين وانت بتحسب رهننا على الشعب المصري الذي نعرف تاريخه انه يقدر يعمل هذه المعجزة وانه الشعب المصري الشعب ينقذ دولته وينقذ وطنه في اللحظات الحاسمة ورهننا على القوات المسلحة انها منحازة لإرادة الشعب المصري والحقيقة رهننا طلع صح الشعب المصري في 30 يونيو عمل معجزة بهذا المشهد العظيم القوات المسلحة في 3 يوليو انحازت لإرادة الشعب المصري من 30 يونيو لـ 3 يوليو ماذا كان يقول في خاطري كنت منتظر بشدة امتى هتأتي الإشارة لاستجابة من القوات المسلحة فيه إشارة أولى لما أطلقت القوات المسلحة أول بيان وقالت إنها بتمهل الجميع 48 ساعة احنا فهمنا هذه الرسالة معناها إنه القوات المسلحة منحازة لإرادة الشعب المصري وإنه تمهل الجميع لتحقيق مطالب الشعب المشروعة ومطالب الشعب كانت واضحة في هذا الوقت كان الإخوان بيستخدموا هذا الخطاب أو هذا البيان يعني فإنه دي رسالة إلى المعارضين وأنا هنا بعد كل هذه السنين بعد عشر سنين فعلا فشلت في إني أصل إلى تحليل ليه الإخوان بيقولوا كده هل لأنه هم كانوا فهمين إنه هذه الرسالة موجهة إليهم وإنه القوات المسلحة منحازة لإرادة الشعب ولكن هم كان عندهم حالة إنكار وبيستعبطوا وبيضللوا أنصارهم هل كان في عملية تضييل لأنصارهم هم عارفين إنه القوات المسلحة مش معاهم ولهما كانوا بهذا الكم من الغباء والسطحية والسزاجة اللي تخليهم معتقدين أنهم قادرين على جعل المؤسسة العسكرية جعل القوات المسلحة المصرية تتخذ موقف عكس تاريخها المنحاز طول الوقت للوطنية المصرية وأظن صححني لو أنا غلطان غباء وصلف في الغباء زائد صلف صور لهم إنه الجيش ممكن يتراجع وما ياخدش خطوة وكان في أمر آخر أنا في اعتقادي يعني إنه كان في رهان على الخارج هم كانوا فتحين قنوات اتصال مع دول أجنبية كان عصام الحداد ومجموعة الشغلية عصام الحداد كان بيقوم باتصالات موسعة مع الأمريكان ومع الأوروبيين وغيرهم وكان بيقلهم بيبع لهم نظرية إنه إذا الإخوان وقعوا في مصر فده هيهدد المصالح الأمريكية وحيحصل فوضى عارمة إلا إنه إرادة المصريين كانت واضحة ولا يمكن لأحد تجاهلها واخد بالك أنا تأديري يعني إنه الشعب المصري هو اللي فرض على الجميع بما فيه القوى الدولية المشهد بتاع 3 يوليو لم يكن أحد يستطيع أن يقف ضد هذه الإرادة ولذلك اللي إحنا بنقوله إنه مهما إعتقد أي حد إنه يقدر يهزم إرادة الشعب المصري فإعتقادي هو واهم وأكبر دليل على كلامي كل التحالفات الدولية في فترة من الفترات كانت في صف الإخوان كانت في فعل لكن بيان إنه لا يمكن كسر إرادة الشعب المصري وفتكر برضو في 73 كل التحالفات كانت في صف العدو وما كانتش في صفك التحالفات الدولية لكن إنت فرضت على الأرض ما لم تستطع السياسة الدولية أن تتجهله فرضتها في 73 وفرضتها في 30 يونيو وده مش يعني مش بقول الكلام ده مجازا أنا بقول ده واقع كل المواقف الدولية في فترة من الفترات كانت في صف الإخوان كل المواقف الدولية ما كانتش في صفك قبل 73 لكن إنت لما بتفرض إرادتك لا أحد يستطيع أن يقف ضد طبعا بالإضافة إلى أنه في دول شقيقة وقفت معاك وقفت معاك في 73 وقفت معاك في 30 يونيو لأن وده بيؤكد ما نقوله أنه الوطن العربي هم واحد ومشاكل واحدة وإن يشعر المواطن العربي من المحيط للخليج كما يقال يعني أن مصر إذا اهتزت اهتز الجميع لا يمكن للعرب أن تقوم لهم قائمة إلا ومصر قوية ومصر لها دور رائد ومركزي ورئيسي ولا يمكن للسياسة العربية عموما أنها تقدر أنها تحقق مكاسب إلا ومصر طرف لا تستطيع أنك تحل أزمة حرب الخليج في سنة التسعين إلا ومصر طرف لا تستطيع أن تصل إلى تهدئة في قطاع غزة إلا وتدخل الأجهزة الأمنية المصرية طبعا لا تستطيع أنك تعمل إجلاء للرعاية في أزمة السودان بكل دول العالم يلجأ لمصر علشان خطر هي اللي عندها المعلومات وتقدر هي اللي تعمل عملات الإجلاء وبنشوف سفارات أجنبية إزاي بتطلع شكر للدولة المصرية على مساهمتها في عملية الإجلاء وده حصل من الدول كبيرة في العالم يعني دول مفروض أنها تمتلك أجهزة أمنية ضخمة بريطانيا على سبيل مثال نتكلم على أكبر دول العالم ألمانيا تكلمت في ده بريطانيا تكلمت في ده التواصل مع الدولة المصرية الدولة القوية هي اللي تقدر تحفظ الأمن الإقليمي والسلام العالمي ولذلك يعني اللي بقوله أنه يشعر الجميع بأهمية الدور المصري والنهاردة بنشوف بعد عشر سنين إزاي مصر ليها دور واسع في المحافل الدولية في كل القضايا تقريبا من أول القضايا المتعلقة بالسياسة الدولية إلى حتى القضايا المتعلقة بالمناخ والاستثمار وغيره ده بيقولك أنه مهما كانت التحديات عندنا وده بقى رسالة للجميع اللي يشعر أنه الظروف صعبة وأن إحنا في ظروف اقتصادية مضغوطة وده كلام صحيح أنا متفهمه لكن لازم تبقى فاهم أن الدولة المصرية دولة قدرة لها يعني وقدرة عليها أنها تقوم بدور محوري ومركزي في منطقتها الأمر الثاني أنه مهما كانت التحديات دي مش زي التحديات اللي أنا حكيتها ما هيش زي نكسة 67 اللي قدر الله ولا هي زي نكسة انهيار الدول اللي حصلت حوالينا لكن تحديات مهما كانت صعبة أنت عملت ما هو أصعب منها قبل كده وقدرت تنتصر عليها وحتى لو كانت التحديات دي عمرها سنوات معينة نتيجة لأزم الكورونا نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية نتيجة حتى لأي أزمات داخلية لأي علاقة بالظروف الاقتصادية إلا أنك قادر كشعب مصري وقادر كدولة مصرية على مدى ما هواش بعيد أنك تنتصر على هذه التحديات زي ما حققت انتصارات عبر تاريخ ولذلك على المدى المتوسط ومش بقولك البعيد يعني من القصير للمتوسط أنا متفائل وإن شاء الله دايما مصر تقدر أنها تكون في الموعد وفي المكانة التي تستحقه عبر تاريخ يا أخي وده خروجا عن المتعرف عليه في الفقرة وفي البرنامج حقيقة يا محمد أنا كل يوم بأشعر أنه أنا شخص حظي في السماء والله العظيم أنه اتقابلنا وصرنا رفاق وبقينا صحاب أشكرك أشكرك يعلم متشرف من قلبي والله العظيم من قلبي يا محمد أشكرك وأنت كنت شريك في كل هذه المعارك وأنا أتذكر معاركنا سوى ضد هذا التنظيم الإرهابي وهم كانوا مستهدفينك زي ما كانوا مستهدفيني فالحمد لله لازم نجينا جميعا ونجي هذا الوطن من هذه العصابة الإجرامية طب يمكن آخر سؤال هسأله لك لأن أنا فعلا الكلام بتاعك بيخليني قعد أستدعي في كم ذكريات غير طبيعي وأحيانا بعض التفلسف وبعض الله وبعض الأسئلة لازال البعض من آن لآخر وبعضهم حتى هذه اللحظة يتحدث عن لما دي جي تواجهه تقوله بس أنت كنت واقف معنا في 36 وقبلها ضد الإخوان يجي يقولك بس أنا لحد 36 تمام لكن عندي 3 سعب علاق أنت بتنظر لمثل هذه الأراء أو هذه الأفكار إزاي شوف أنا بمنتهى البساطة والوضوح لم يكن أبدا لـ 36 أن تحقق انتصار إلا بـ 37 وأي حد عنده تفسير آخر أو عنده حل آخر يقول ويقول لنا طيب الدول اللي في هذه التنظمات الإرهابية كانت موجودة على الأرض وصلت لإيه حوالينا هل في طرف قدر أنه يحقق انتصار ويفرض إرادته ولا فضل هذه الدول دول فشلة هل كنا نريد لمصر أن يفضل هذا الصراع مستمر إلى ما يشاء الله لم يكن أحد عنده حل إلا بإكرار خارطة الطريق بهذه الطريقة وأي تأخير كان هيؤدي إلى أنه هذا التنظيم الإرهابي هيعمل كل الموبقات الممكنة علشان يفرض إرادته أذا كان تم إزاحتهم من السلطة وقعدنا كل هذه السنين في الإرهاب بتفجيرات واغتيالات واغتيال المستشر هشام بركات النائب العام وتفجير مدرية أمن القاهرة ومدرية أمن الدأهلية وأكمنة ستة وأكمنة متحركة وكل هذا الاستهداف للقوات المسلحة والشرطة المصرية طب من غير بقى ما أنت كمان تنتصر عليهم انتصر حسن في 3 أيوليو هل كنت متخيل شكل المشهد يكون شكله عامل إزاي بكل تأكيد لا يمكن أبدا أن تنتصر إرادة هذا الشعب في موجهة هذا التنظيم الإرهابي إلا بقوة رئيسية تقف في ظهرك ويا القوات المسلحة وأي حد عنده وأي حد عنده تحليل آخر يقول لنا يعني يقول لنا كيف يمكن أن تنتصر على تنظيم مسلح ميليشيا إرهابية هذه الميليشيا معها سلاح وعندها تحالفات مع كل التنظيمات الإرهابية في العالم من غير وجود القوات المسلحة كطرف ده كان هيحل الموضوع إزاي وبذلك ده يعني جملة عباسية جدا اللي يعتقد أنه 30 يونيو كانت قادرة على أنها تنتصر وحدها دون أن تكملها 3 سبعة يعني كلام ولا حتى في المدينة الفاضلة يعني على أساس أن الإخوان هنقول له منتو أخطأتوا في السلطة فهيسيبونا السلطة على الباب ويجروا ما هو لا هيفضلوا يقاتلوا ويقتلوا كل من يقف فيه مواجهتهم دون أن يكون في حد يفرمي لهم ويقول لهم لا إرادة المصريين مش كده يعني سياسيا ومفكرا بالمناسبة وعضوا حركيا بالمناسبة ودي حقيقة وبالمناسبة كلمة حركي دي حاجة شرف مهم لما تكون بتشتغل لأجل هذا الوطن ولأجل مقدراته طول الوقت محمد عبد العزيز تاني هقول لك أنا حقيقي متشرف جدا بأنه يعني في حياتي أصبحنا أصدقاء مش عارف لو ما كنتش قابلتك وقابلت ناس كتير في المشوار ده كان ممكن أفتخر قدامه لدي بإيه أشكرك وأنه شركة في هذه المعركة كل مصر الحقيقة كانت شركة في الوقوف قدام الناس دي أنا بشكرك جدا محمد عبد العزيز النائب بعضو النائب بمجلس النواب المصري عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أحد مؤسسي تمرد وأحد الناس اللي وقفت علشان خاطر البلدي مش بس من عشر سنين لكن أقدر أقولك يجي من أكتر من 23 سنة وهو مصر وزي ما كنت بقول في المقدمة هو عنده استقامة وطنية وفكرية وسياسية ولا يحيد عنها على الإطلاق سياسي مستقيم ودي حاجة مهمة جدا أشكرك مرة تانية يا أمحمد نورت وشرفت واستأزمكم هنطلع فاصل وبعض الفاصل بقى نلتقي بمولانا فضيلة الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر استنوني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر